فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية يفتعلها الاحتلال الإسرائيلي من خلال غض البصر عن ضباط أمن المستوطنات الذين يأخذون القانون باليد ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين دون أي مراقبة أو محاسبة بالإضافة إلى عملهم مقابل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أكده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هؤلاء هم جزء من دولة الاحتلال مستوطنات غير شرعية في القانون الدول والقانون الدول الإنساني هؤلاء يعني مجموعة من اللصوص يقومون بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم الاعتداء عليهم جسديا حتى بالتنكيل والقتل وعير ذلك فبالتالي هم يريدون عمليا أن نظهر للعالم وكأنهم هم حياديين والمسألة بين مدنيين وهذا هو ما أخطر ما بالمشروع طبيعة هذا الاحتلال إحلالي يريد أن يقتل شعبنا من أرضه ويحلل محله شعب آخر حالات الاعتداءات من المستوطنين في الضفة الغربية ازدادت في الآوينة الأخيرة وذلك بفعل التناغم القائم ما بين قوات الجيش في المستوطنات والمستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية الجيش وبمشاركتهم أيضا في هذه الاعتداءات خاصة أن الإسرائيليين ومن يدعمهم في هذه المستوطنات لا يخضعون لأي رقابة السياسي هي سياسة متناغمة بشكل واضح ومنهجة لتفريغ الأرض ومصادرتها والآن يقطن ما يقارب من المليون مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة أنه تقام هناك بؤر استيطانية بمحادثة المستوطنات القائمة كي تكون في المستقبل هي امتداد المستوطنات القائمة وهذا أصلا هذه السياسة التبحة بنغريون ويعني تعاقب عليها أسلافه في حكومة الاحتلال صلاحيات ضباط أمن حماية المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تمت توسعتها في العام 2009 بشكل يسمح للمركزين بالعمل خارج المستوطنات أو ما يوصف بحيز الحراسة وبما يشمل بؤرا استيطانية عشوائية ضباط أمن المستوطنات ومحيطها هم ليسوا أفرادا في جيش الاحتلال أو الشرطة لكنهم يحملون سلاحا لحماية المستوطنين وأنفسهم وتسمح لهم سلطات الاحتلال باعتقال فلسطينيين ويشكلون خطرا كبيرا على الشبان الفلسطينيين خاصة أنه يصعب تمييزهم بفعل لباسهم المدنية نهاية حجازي المملكة من أمام مستوطنة بيت إيل قرب رام الله